أهلا بكم إخوتي أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة تقريبا كلكم عرف بالبرنامج الجديد الذي ستبدأ فيه كندا في سنة 2023 والذي سيستقطب مليون ونصف مهجرة فاليوم سنتعرف على من يمكنه الهجرة بهذا البرنامج يعني من يمكنه التقديم ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيك حتى تستطيع التسجيل هل هناك نظام نقاط أو ليه اليوم إن شاء الله سنتعرف على كل هذه التفاصيل اضغط على اللايك وإذا كنت جديد في القناة اشترك ليسلك كل جديد أولا لنتعرف على هذا البرنامج الجديد حتى الكل يكون فهم كل التفاصيل من الأول منذ أسبوع خرج وزير الهجرة والليجئين شون فريزر وقال أنه كندا في 2023 ستبدأ في برنامج هجرة جديد وخلال الثلاث سنوات القادمة ستستقطب مليون ونصف مهجرة يعني في 2023 ستستقطب 465 ألف مهجر وفي 2024 ستستقطب 485 ألف مهجر وفي 2025 ستستقطب 500 ألف مهجر وبرغم من العدد الكبير من المهجرين التي استقبلتهم كندا في السنوات الأخيرة إلا أنها ما زالت تعاني من نقص حاد في اليد العاملة لماذا كندا تستقطب في عدد كبير من المهجرين لأن أول شيء كندا مساحتها كبيرة وفيها عدد كبير من المقاطعات وثانيا لأن معدل الشيخوخة فيها كبير ونسبة الإنجاب ضعيفة يعني كل سنة فئة من العميل تتحصل على التقاعد وتترك وظائفها ولا يوجد شباب كنديين لملء أماكن المتقاعدين مثلا نحن في دولنا العربية منكم طبيب مهندس مدرس صاحب مهنة حرفية صاحب شهادة عليا لكنه لا يجد عمل بسهولة في كندا العكس الوظائف مطلوبة ومتاحة لكن لا يوجد ناس للعمل في هذه الوظائف لذلك كندا ستبدأ في 2023 في مشروع جديد هذا المشروع يشمل كل أنواع الهجرة الدراسة السياحة لم شمل لجوء ويشمل أيضا برنامج الإكس بريس أونتري بمعنى الدخول السريع لكندا بالمختصر برنامج النقاط وهذا البرنامج يخص بصفة عامة الناس التي تريد الهجرة والعمل في كندا حسب التخصص والمهنة يعني أي شخص فيكم يريد الهجرة والعمل في كندا يقوم بجمع نقاط واحد فيكم سيقول لي يترف الهيلب كندا عملت هذا البرنامج هذه السنة لماذا ستقوم بتحديثه في المشروع الجديد صحيح كندا عملت هذا البرنامج هذه السنة وتقدم عليه 30 ألف شخص لكن تم قبول تقريبا 150 شخص فقط تقريبا على كل ألف متقدم تم قبول ثلاث أشخاص فقط أنت متخيل معي عدد الناس التي تم قبولها مقابل كل المتقدمين لهذا السبب كندا قامت بتحديث هذا البرنامج وستقوم بالتركيز عليه يعني أغلبية المهاجرين ستكون من هذا البرنامج حسنا كيف يتم جمع هذه النقاط هي عبارة عن 100 نقطة إذا جمعت 67 نقطة فأنت يمكنك التقديم على الإكسبريس أونتري كيف تجمع هذه النقاط حسنا كندا وضعت شروط معينة عبارة عن نقاط كل شرط عليه نقاط معينة أنت يجب عليك أن تجمع على الأقل 67 نقطة حتى تقبل ونحن سنتعرف مع بعض على الشروط وعدد النقاط الذي يتميز به كل شرط أولا إذا كان عمرك من 18 سنة إلى 35 سنة ستحصل على 12 نقطة إذا عمرك أكثر من 35 سنة ستحصل على نقاط أقل ثانيا اللغة إذا تكتب تقرأ تسمع تتحدث ستحصل على 28 نقطة إذا لا تجيد أحد هذه المعايير ستحصل على نقاط أقل ثالثا التعليم إذا حصل على باكالوريا أو ما شهادة بعد الباكالوريا ستحصل على 25 نقطة يا ترافليلب أنا لا أملك شهادة باكالوريا وعندي ديبلوم في مانا حرفية هل يمكنك التقديم؟ نعم يمكنك التقديم لكن لن تحصل على نقاط بالدبلوم الخاص بك رابعا 15 نقطة على الخبرة طبعا أنت وعدد السنين إذا عندك سنة واحدة خبرة ستحصل على 9 نقاط إذا عندك من 2 إلى 3 سنوات ستحصل على 11 نقطة وهكذا كما تشاهدون أمامكم يا ترافليلب أنا لا أملك الخبرة هل يمكنني التقديم؟ نعم لكن أنت استفيد من نقاط الخبرة خامسا التوظيف المرتب في كندا عليه 10 نقاط ما هو التوظيف المرتب في كندا؟ يقصد هنا إذا عندك عقد عمل من شركة أو ساحب عمل كندي ستحصل على 10 نقاط سادسا القدرة على التكيف عليها 10 نقاط مثلا أنت متزوج وستسفر مع زوجتك أو زوجك إذا كان زوجك عنده مستوى 4 في اللغة ستحصل على 5 نقاط إذا عندك قريب في كندا ستحصل على 5 نقاط مثلا أنت عندك شخص من العائلة يعيش في كندا ستحصل على 5 نقاط من خلال هذا الشخص هكذا تقوم بحساب النقاط لو جمعنا كل هذه النقاط سنجدها 100 نقطة أنت حتى تستطيع التقديم يجب أن تتوفر فيك 67 نقطة هذا البرنامج سيبدأ في 2023 إلى غاية 2025 يعني أنت ما زال عندك الوقت لدراسة اللغة لتجميع خبراتك إذا عندك مهنة ولا تملك ديبلوم يجب أن تقوم باختبار وتحصل على ديبلوم ستقول لي أنا لن أحصل على نقاط من الديبلوم هذا صحيح لكن نفترض أنك جمعت العدد المسموح به من النقاط وحصلت على الفيزا وهاجرت لكندا هناك يجب أن يكون معك الديبلوم حتى تحصل على عمل بسهول جهز نفسك وأول ما تبدأ كندا في هذا المشروع كن أول المتقدمين أمام كل النقط أنت يجب أن تحصل منهم على 67 نقطة ونصيحة مني لا تستمع لأي منشأ محتوي يقول لك يمكنك التقديم على هذا البرنامج بأقل من 67 نقطة هذا كله كذب كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي للحكومة الكندية لكن إذا صار تحديث في هذا البرنامج أنا سأكون أول من يخبركم بهذا الأمر وإن شاء الله يصير تغيير إيجابي حتى الجميع يقدر يهاجر كذلك أنصحكم بالتقديم على البرنامج النقطة الخاص بألمانيا والذي سيبدأ في 2023 وأنا تحدثت عنه قبل يومين والبرنامج الخاص بألمانيا من وجهة نظري أفضل من هذا البرنامج لأنه الشروط فيه أسل بكثير من هذا الإكس بريس هذا كان كل شيء في فيديو اليوم أتمنى أن تكون استفدت من هذه المعلومات لا تنسى اللايك كدعم لهذا المجهود وإذا كنت جديد في القناة أعمل اشتراك ليصلك كل جديد أول بأول